إذن أطار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضر واردات النفط الروسي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قلقا عالميا ومع ذلك فإن القرار قد لا يزيد من حدة نقص المعروض في أسواق الطاقة العالمية فعقب القرار ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 131 دولارا للبرميل وبنهاية التعاملات تراجعت تلك الأسعار على مدار الساعات الماضية بالنسبة للولايات المتحدة سيؤدي هذا القرار إلى التراجع احتياطي البترول الاستراتيجي لها خاصة وأنها تعاني من شح في مخزوناتها من قبل قرار الحضرة انعكسات قرار الإدارة الأمريكية بحضر الواردات الروسية من النفط ظهرت سريعا في الداخل الأمريكي فارتفعت أسعار البنزين في البلاد ليصل متوسط سعر جلون البنزين إلى 4.17 دولارا وهو ما دفع إدارة بايدن إلى دراسة الإفراج عن 30 مليون برميل من مخزونها النفطي وفي مواجهة ذلك تعول الولايات المتحدة على استبدال النفط الروسي عن طريق زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بجانب احتمالية التوصل لاتفاق النووي مع إيران ومن ثم تضفق النفط الإيراني إلى السوق الأمريكي كما تأمل الولايات المتحدة في قيام أوبيك بلاس بتنفيذ تعهدها بالإفراج عن 60 مليون برميل لتوفير الإمدادات من الخام ما سيعود النقص في النفط جراء هذا القرار ومع ذلك فإنه لا تزال التخوفات قائمة بشأن نقص الإمدادات أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا التي تستورد 18% من الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي و11% من صادرات النفط الروسية قد أعلنت رفضها لهذا القرار كما أعلنت عدة دول من الاتحاد الأوروبي رفضها أيضا للقرار والبعض الآخر شهدت تخبطا في توقيت تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية نظرا لما سيترتب على هذا القرار من خسائر لا يمكن أن تعودها أوروبا لاعتمادها بشكل كبير على النفط والغاز الروسي ولعدم ثقتها في وجود بديل حالي لوارداتها من موسكو إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا لتداعيات قرار الرئيس الأمريكي بحضر الواردات للنفط من روسيا